شهد مصرح محكة القلعة انطلاق فعليات الدورة الحادية والثلاثين من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء وذلك بحضور جمهري كبير وتتواصل الدورة الحالية لمهرجان القلعة على مداري 14 يوماً حتى الخميس السابع من سبتمبر لتضم العشرات من الحفلات المتنوعة على عادهم كل عام يلتقي عشق فان الغناء الراقي بمحكة القلعة حيث كوكبة من كبار نجوم الغناء بمصر والوطن العربي النجاح الجماهري المتتالي لمحكة القلعة جعل منه أحد أهم المهرجانات الفنية بالمنطقة العربية كلها حيث يحرص كل عام نجوم الغناء على المشاركة بالمحكة وسط أجواء ساحرة تغلفها الأسوار والمواقع الأثرية لقلعة صلاح الدين المهرجان ده يعني كلنا بنبقى مترقبين لأن الجمهور الجميل دوت ما بنشوفوش ألا في مهرجان القلعة والأعداد الكبيرة دي والأسرة الجميلة يعني أنا فرحتي عظيمة بأن أنا بقى شايف أسر كاملة بأطفال بأب و بأم و بوجيران الحقيقة هي دي الليالي اللي تستحق أن احنا نتعب من أجلها كتير قبل ما يبتدي المهرجان شايف النجاح و شايف الإقبال الجماهيري الكبير جدا و شايف كمان دوركم كإعلام طبعا بنشكركم يعني على كل هذا العمل الجاد و يعني أتمنى للجميع و الجميع الفنانين حفلات موفقة جدا و توصل للجمهور و تقدم له أنواع كتير مختلفة من الموسيقى في خلال دورة واحدة وهو ده اللي بيسعدنا كفنانين يعني الدورة الحادية والثلاثين من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء تتواصل على مدار أربعة عشر يوما من الجمعة الخامس والعشرين من أغسطس حتى الخميس الموافق السابع من ستمبر لتضم العشرات من الحفلات المتنوعة استعدادات مكثفة لمحكى القلعة حيث تم زيادة عدد الحضور إلى خمسة ألاف مقعد إلى جانب نشر شاشات ضخمة لنقل العروض تيسيرا على الجمهور الدورة النهاردة والسنة دي مختلفة جدا احنا الحمد لله فيه تطور بقالنا فترة شكل الحفلات بقى مختلف شكل المهرجانات بقى مختلف فأتمنى النهاردة يا رب يكون الحفلة على قد المستوى افتتاح يليه بالدورة الواحد وتلاتين وبجمهور القلعة وبمهرجان القلعة المتعودين عليه كل سنة ان شاء الله جاء الله بصراحة يعني الدنيا مش ضحمة زي ما كان من سنتين فالدنيا كانت لذيذة وإحنا دخلين نتكس جبناه بسرعة وما كانتش فيه أي زحمة بصراحة الأجواء لطيفة جدا وبصراحة تنظيم لطيف ومحترم وفكرة حتى البساطة اللي بتنقل الناس من أول البوابة لحد دخول هنا فكرة لطيفة وحلوة يعني عشان الناس حتى ما تتعبش إن هي توصل لحتى الاستيتج وكده هوا السنة دي مختلف شوية فيه يعني فيه نظام أكتر حسنا فيه قبل أكتر عن المرات اللي فاتت بس وانا أصلا جاي المتحط صالح احنا بحب المتحط صالح جدا المهرجان بمثابة معزوفة متناسقة تضم النغم الأصيل والجمهور الزواق ومشاهد التاريخ كل في مكان واحد ترنوا إليه الجماهير شباب وعائلات للاستمتاع بلايال القاهرة الساحرة أحمد الحسيني التلفزيون المصري